المدرب الجاي للنادي الأهلي كابتن محمد الخطيب أبلغ أمير التوفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي بثلاث شروط أساسية من لا يتوافر في هذه الظروف لن يكون مدرب قولا واحدا لا خلافة فيه ولما يظهر الاسم الناس تقرنوا بالثلاث معلومات دول رقم واحد مدرب زو شخصية قوية وحط تحت شخصية قوية دي تلاتين خط اتنين مدرب اسم كبير مدرب ممكن يكون شخصيته قوية لكن اسم مش كبير رقم ثلاثة وده المهم جدا لديه سابق نجاحات في المنطقة يعني ايه يعني مش لازم يكون مدرب درب في أفريقيا مش لازم يكون مدرب درب في مصر لكن مدرب تواجد يعرف اللعيب العربي جيدا أو اللعيب الأفريقي يعني أي حد درب في المنطقة العربية أو في داخل أفريقيا يتوفر في هذا الشرط طيب الشروط اللي انت عدت دي كلها خليزدش وكيلوش مثلا مثلا لكن خلينا اقولك انه هناك أسماء أخرى كبيرة لكن تأتي بسبب الشروط دي هم ييجوا في ترتيب متأخر من ضمن الخيارات هل ده معناه انهما في ترتيب ليسوا في صدار الترتيب الأسماء انهما مش ييجوا لا ممكن ييجوا زي مين زي رازفان لوتشيسكو رغم انهو عنده تعاقد ساري مع باوك اليوناني اللي عن شرط الجزائي فيه التعاقد وتم ترشيحه من وكيله وليس النادي الأهل اللي سأل عليه تم ترشيحه من وكيله انه يكون موجود طبعا اسم كبير جدا واحد من أشهر مدربين اللي تقوله قيادة نادي الهلال السعودي في الأوانة الأخيرة ومشي في ظروف كده طريقة يعني لكن واحد وبنونزوة واحد من الأعضاء الزهبيين حتى اللحظة ليه نادي الهلال السعودي فيعني مرتبط مرتبط بعلاقة كمان قوية بسبب النجاحات الكبيرة جدا اللي عملها في الأوانة الأخيرة الاسم الأبرز والأكبر هو مارك روزا المدير الفني اللي قدرت منه وصبغ ترشيحه ليه النادي الأهلي لكن يبقى أزمة مارك روزا هو الراتب الراتب بتاع مارك روزا كبير جدا الوكيل اللي عرضه وده أثار استغراب أمير التوفيق بقول لك ده على الكواليس ما دور ما بين أميره وما بين وكيله بناء على كلام وكيله ووكيله ومش مصري بالمناسبة إنه هو الراجل قال إنه ممكن يجيه برقم يقترب بدون أرقام يعني يقترب من الرقم اللي كان هايجي بي فيتوريا للنادي الأهلي مش الرقم اللي راح بي يقترب من الرقم اللي كان يجي بي فيتوريا للنادي الأهلي لماowad�ت بالألف يولو طريبا في الشهر انت لقى فيرو ده الرقم اللي راح بيه فيتوريا منتخب مصر في الشهر لأ فيتوريا كان طالب من النادي الاهلي في البداية 300 ألف في الشهر نتكلم في حوالي 3 مليون 600-3 مليون 400 الأفريج بتاع دول أبرز الأسماء في أسماء تانية كتير لكن دول الأسماء الكبيرة اللي هي تستوفي جزء أو كل شروط الكابتو محمد الخطيب في إبلاغه لأمير توفيق بالبحث نقطة تانية المهمة جدا 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 النادي الاهلي لن يتأخر وده مش يستنباط هذه هي المعلومة النادي الاهلي لن يتأخر في الإعلان على مديره الفني حتى يستفيد من فترة الرحة ما بين الموسمين ويجي المدرب يشتغل فورا خلال أيام لن تتجاوز الأسبوع الواحد سيقع لنادي الاهلي عن مديره الفني الجديد أيا كمين عد خمس أيام بالعدد بعد مباراة سيراميكا خلال الخمس أيام هو مش بس عشان يشتغل هو كمان عشان يختار مع النادي الاهلي ويتعرف على اللعيبة الموجودة لكن خليني أقولك نقطة تانية عشان أكيد الناس بتتساءل اللاعبين الأجانب النادي الاهلي اقترب جدا 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 من إنهاءه مش هينتظر المدير الفني ليه؟ لأن المركاته في كل الدول اللي حواليك بيقفل فأنت مش هتقدر تنتظر المدير الفني حتى لو كان المدير الفني جاي بعد أسبوع هل تلك اللعابي الأجنابي اللي قالي بيخلصه؟ خليني لما يخلص راسمي لأنه لسه مخلص راسمي طيب فكر في إسمع قبل ما رجع لك طيب فكر في إسمع قبل ما رجع لك ما رجع لك ما رجع لك